اكدت معاليا سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعب البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الثالثة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الاسبانية مرين ان بناء الشركات التشريعية وتعزيز العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة يبرز مكانة مملكة البحرين على المستويات العربية والاقليمية والدولية جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب وعضاء وفد الشعب البرلمانية بعدد من اصحاب المعالي رؤساء المجالس البرلمانية وذلك على هامشي اعمال الجمعية العامة الثالثة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي حيث التقت معاليها بمعالي سيد رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب المغربي ومعالي السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربية ورئيسة مجلس الشيوخ الأسبكي ورئيس برلمان جمهورية جورجيا ورئيس برلمان زمبابوي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي والرئيس السابق للاتحاد والامين العام للاتحاد البرلماني الدولي وبحثت معالي رئيسة مجلس النواب مع نظرائها سبل تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الدولية مؤكدة أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بفتح مسارات جديدة من التعاون البرلماني مع مختلف برلمانات العالم هذا ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب لأن السلطة التشريعية استطاعت خلال الأعوام الماضية تأكيد دورها الفاعل ومشاركاتها المهمة في الاجتماعات البرلمانية مبينة أن العطاء المخلص الذي تقدمه السلطة التشريعية في سبيل النهوض بالعمل التشريعي على المستويات كافة أسهم في حصولها على الإشادة والثقة في تمثيل البرلمانات العربية في العديد من اللجان البرلمانية الدولية اشتركوا في القناة